مبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عمل مؤتمر صحفي في منتهى الأهمية اتكلم في هذا المؤتمر عن مجموعة من النقاط المتعلقة بضبط الأسعار الدكتور مصطفى مدبولي قال إن بعض التجار استغلوا الأزمة الحالية لوضع أسعار مغالة فيها جداً للسلع بدون أي منطق وبدون مبرر وإن دور الحكومة هنا هو إنها تضمن توفير هذه السلع فيه وتوافر هذه السلع فيه للسوق بسعر عادل عشان كده لن يتم سماح بيئة المغالاة في التسعير تعال نشوف مع حضراتك دلوقتي جزء من كلام رئيس الوزراء الحقيقة الموضوع المهم جداً على مدار الفترة السابقة كان يعني هناك شكاوى دائماً من المواطنين فيه والحقيقة يمكن أنا كنت بلمسها من لقاء المباشر مع المواطنين في الشارع أو حتى في منظومة الشكاوى الموجودة في مجلس الوزراء أو حتى المقالات الصحفية ووسائل التواصل الاجتماعي هو عدم انضباط الأسعار واستغلال البعض وأنا بأكد هنا البعض للأزمة الموجودة لي يعني وضع أسعار مغالة فيها جداً للسلع ويعني مش عايزة أقول إنه ممكن كان بيبقى بيحصل تعديل وتغيير في سعر السلعة في اليوم الواحد لمجرد إنه هو الاستغلال لهذا الموضوع الحقيقة هذا يعني الشأن يعني اتحدثنا فيه وكان فيه لقاء يمكن من يومين مع مجموعة مصغرة من السادة الوزراء وكل الجهات والنهاردة الحقيقة ناقشنا الموضوع بصورة موسعة في مجلس الوزراء لأن الهدف الرئيسي النهاردة وخلينا التكلم بمنتهى الأمانة الدولة بتتحمل زي ما أنتوا حضراتكم عارفين عن المواطن أعباء مالية كثيرة جداً 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 في ضوء الدعم اللي بنقدمه وفي ضوء الخدمات اللي ما إحنا ما زودناش أسعارها وحاجات كثيرة جداً النهاردة الدولة بتتحملها وكل ده هدف واحد إن إحنا نخفف عن المواطن الأعباء المعيشية اللي هو فيها فما ينفعش في مقابل هذا الكلام نجد يعني البعض أو فئة من التجار بيستغلوا الأزمة والوضع ويبدأوا يبلغوا في تسعير بعض السلع والمنتجات بدون أي سند وبدون أي منطق في هذا الشأن فعشان كده إحنا كن حرصنا الشديد إن إحنا صحيح بنحافظ على توازن السوق وتوافر السلع في السوق ولكن في نفس الوقت ده واجب الحكومة ومسؤولية أجهزتها إن إحنا نضمن إن السلعة بتتوفر بسعر عادل ده الشيء الأهم فعشان كده الحقيقة إحنا يعني نقشنا هذا الموضوع بصورة موسعة ويعني اللي لمسناه من المشاكاوة الكثيرة جداً إن هناك العديد من المنافذ التجارية ويمكن خلينا نتكلم يعني بمنتشفة فيها اللي بنتكلم على المنافذ هنا المحلات الصغيرة أو بعض الأماكن الكبيرة حتى الخاصة اللي ما بيبقاش هناك وضع للسعر على السلع بمعنى السلع موجودة ومعروضة ولكن ما فيش سعر المواطن يجي ياخد السلع يقول له لا ده الرقم بكذا هذا الشأن غير مقبول على الإطلاق وقواننا ولوائحنا بتؤكد على ضرورة وضع الأسعار على كل السلع أيا كانت نوعيتها وجودتها ومستوياتها وبالتالي هنا أنا بتكلم على يعني أيا كانت منافذ البيع الكبير والصغير فيها لابد أن يكون هناك سعر معلن ومحطوط على السلع كمان رئيس الوزراء قال أن جميع المنافذ التجارية هتلتزم بوضع الأسعار على السلع وهيتم إعطاء مهلة أسبوعين لتنفيذ ده وهيكون فيه متابعة من كل الأجهزة الرقابية للتأكد من وضع الأسعار على السلع في كل المنافذ الدولة مش هنسكت على أي نوع من المغالاة واستغلال الموقف ومحاولة يعني الحصول على مكسب زائد عن المنطق في أي سلع من السلع وكل أجهزة الدولة تم تكلفها بهذا التوجيه في خلال اجتماع المجلس النهاردة وزي ما قلت لحضراتكم هذا العمل هيبدأ على الفور بعد ما يكون تم وضع كل الأليات قدامنا أسبوعين فيما يخص موضوع أن يبقى فيه سعر محطوط على كل السلع وفي نفس الوقت على الجانب الآخر هننصق مع اتحادات الغرف والتحاد الصناعة فيما يخص السلع الاستراتيجية أن يبقى معروف مداها السعر إيه بحيث مرة أخرى يبقى المواطن عارف لما بيروح في أي مكان السعر الموجود في ظل الرقم المعلن واللي حيبقى بيحدث احنا مش بنجمد حاجة ولكن طبقا للمستجدات بيبقى بيحدث بصورة دورية عشان نتأكد أنه هو السعر العادل للسلعة